السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فتحة ابنتي مشيت عن طبيب سولتي مشيت عنده كل شي التحليل قال لي ما عندك لا اله الا الله منشك تخاف يا فتحة كيش ابني ذاك الخوف كيش يعني بعض مرات في شيت كيف شى حواجة خيبة ولا شى الحفزين والاكتئاب والخوف خلعا في الخلعات بك عدد وكانت ترعت في الخلعات الله يحفظك ابنتي الله يشافيك ما يكون عندك باس ابنتي ما يكون عندك باس الله يشافيك وعندي الترفريف وعندي الاحلام كان حل بالماكلة بالساس ليلى هيل الله ما يكون عندك باس ابنتي فتحة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذه النفس البشرية التي خلقها المولى عز وجل فيها من الاسرار الشيء الكثير ونفسهم وما سواها فالهمها فجورها وتقواها مر سماها النفس الامار بالسوء ومر سماها النفس اللوامة ومر سماها النفس المطمئنة وربنا عز وجل بشر بان كل مؤمن ان رب سوف ينجيه من الخوف والحزن المؤمنون الله تعالى يجعل لهم ستاراً وحاجزاً بين شعور الخوف والحزن لان اخطر المشاعر السلبية خطر سوف يقع اما موت اما خراب اما فقر اما اعتداء اما اغتصاب الله تعلم خوف الشعور كله بانتفاتحة هو ممكن ان نختزله بانه مجرد وسوسع شيطانياً المؤمنون لا يخافون الا من الله لا يخاف من المستقبل ولا يخاف على مصير اولاده ولا يخاف على مصير وظيفته ولا يخاف من اي شيء لان الله تعالى بشرنا فقال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اللا تخافوا ولا تحزنوا اما ما يقع لك هذا انت سمته بانه خوف بمزوي قالق ضيق الصدر هذا كله عنده كلمة واحدة انت عندك الوسواس الخناس الذي يوسوس وفؤاده فانه يشعر بضيق الصدر صدره يضيق وكيبغي يهرب من الناس ويغلق عليه الباب ويتفعله الضوء ويتخب تحت المنطة ويظن بانه ثلاثة من العذاب بالعكس عاد كيتعدى بكتر مليك يسد عليه الباب ويغلق عليه النوافد ويتخب تحت العبانة ويباع عاد بالناس عاد كينفارد به الوسوس الخناس كيقول فانذر وربك فكبر وثيبك فطهر يا محمد لم ننزل عليك القرآن ونأمرك بالتبليغ لكي تدخل الى بيتك وتغلق عليك الابواب والنوافد وتخب تحت المنطة لا يا ايها المدثر قم قم فانذر فكان النبي الكريم يقوم باعباء الدعواء لكنه يتلقى العذاب ويتلقى القيل والقال ويتلقى الشتم فكان يضيق صدره وكيشعر بالخوف وكيشعر بالحزن وكيشعر بالاذع مشاعر تراكمت عليه وهو نبي فقال لربنا عز وجل يا محمد لا تخف هاتش كله احنا غنبروك منه فربنا عز وجل لمسح على ظهره في وقعة ما يسمى بشق الصدر لما جاءه الملكان فاضجعه ونزع من قلبه حد الشيطان فنزل قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الوزر الذي أنقض الظهر كاسمه بالفرنسية لوفاغدو اللي هو يأثقل الذي يكاد يتعب عمودك الفقري لإنسان غادي كأنه جر مع الحمل تقيل دي السنين طويلة ومديدة كم من واحد ما غاديك يتمقل من المكان المكان ويحمل معه حقيبة أحزانه وهي فقيلة كله وضع فقراسه كتلقى دائما متعطأ الرأس كلي جرفه كتافه كتلقى دائما عموده الفقري مقوس وكلي دياله في الصدر دياله كتلقى صدره منقبض هذاك لم يحتاج إلى الطبيب نفسي هذاك يحتاج أن يتخلص من حقيبة أحزانه التي يحملها معه أينما حل وارتحل كي سافر في عطلة وكي دياله معه والعطلة كتلقى دياله فالسو ما كي استمتعش بها كيمشي المعروض عند العائلة والحباب في مدسبة سائدة وكي دياله معه وكي رجع من ذاك الحفل اللي هو بهيج كي رجع مكتئب ومخاصم ومقطع الصلاة والرحم مع الناس مشكلته أنه يحمل معه حقيبة أحزانه إما في صدره أو فوق ظهره أينما حل وارتحل أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أسأل الله الكريم يا بنت فتيحة أن يحفظك من الخوف ومن الحزن ومن ممزوي ركل ودغر وسواسخ الناس اقرأي قل هو الله أحد معودتين قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فإنه خناس لك تقريها كأنك تقرعه كأنك ترجمه كما يرجم الحجاج الجمرات الثلاث اقرأيها ثلاث مرات في الصباح والمساء وتكتشفي ابنتي فتيحة بأنك كان عندك أوهام ما عندك لا خوف رحمة الله واسعة رزقه كثير وغدا يصبح وغيفتح ولو قعد شي مشكلة قاع في المحكام ربي غدا يفرجها وتكبرتها وتكبرتها وتصغير اشتدي أزمة فانفريجي قد أدل يبنيتك بالبلاجي أسأل الله تعالى أن يفرج عننا وعنك وعن جميع المسلمين والمسلمات آمين يا ربي يا كريم هناك طلب من إحدى الأخوات الفاضلات المستمعات الكريمات للاحيات للاحيات كتقول بأنها متزوجة مع زوجها سي مصطفى هذه السنوات وينتظراني الخلفة وقد استشار الأطباء وقام بكل الأسباب والمسببات ولكن بعد طول انتظار ومرور السنوات لازل الوضع كما هو للاحيات تعتقد بأن الله تعالى يرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب بل ويرزق ضد الأسباب فهو سبحانه وتعالى أمره بين الكاف والنون إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون وتعلم أن الدعاء هو مخ العبادة وأن الدعاء إذا وصل إلى الرحمن وقبله فإن الله تعالى يقول لأستجيبن لكم ولو بعد حين فتلتمس منكم أختنا حياة من المستمعين والمستمعات كتقول لكم الزل وحدفتها لعل الله تعالى يسعد قلبها لعل الله تعالى يرحمها ويلطف بها ويرزقها كما رزقنا جميعا يرزقها الذكور والإنات فاللهم يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا من قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده يا رحمن يا رحيم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك العظيم أن تكرم أختنا حياة وتبشرها بحمل قريب من زوجها مصطفى اللهم يا رب بشرها بحمل قريب ورزقها يا رب الذكور والإنات بشرها بالتوأم بالذكر والأنت اللهم كما رزقت سيدنا زكرياء على كبر وكما رزقت سيدنا إبراهيم على هرم وكما رزقت السيدة مريم العذراء بلا زوج اللهم رزق أختنا حياة وزوجها مصطفى ذرية طيبة مباركة في القريب العاجل قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم